اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في هذه الحلقة التواصلية وكما سبق وان اعلنت عليه لاحق سابقا انني سوف اتناول بالتفسير والحديث عن اتفاقية الشراكة الموقعة يوم 4 يونيو 2014 ما بين الجامعة الملكية المغربية لكورت القدم كمستفيد ووزارة الشباب والرياضة وزارة الداخلية وزارة المالية كمنيحين وبشاركة مع وزارة الجهيز هذه الاتفاقية اللي قلت بانه المبلغ ديالا تحدد في 150 مليار سنتيم يمتد الانجاز المشاريع اللي المشارع اليها في هذه الاتفاقية على مدار تلت سنوات يعني 14 15 16 قبل ما ندخل في تفاصيل ارقام لين هي مهولة والتي تطير الشك والربا اريد فقط بداية انني نقش شكليات هذه هي الاتفاقية وبعد اخلالات القانونية اللي فيها بداية اتفاقية هادي ملك نشوف الديباجة ديالا يعني هي هذه الديباجة يعني تقريم الاتفاقية اتفاقية هادي تلقى تبدأ باستحضار توجيهات الملاكية وخصوصا الرسالة ديالا 24 اكتوبر موجهة للمناظرة الوطنية معاقيدة باستخارة 2008 وكتجي من بعد بنا في اطار تفعيل استراتيجي الجامعة الملاكية المغربية اذا هالجامعة الملاكية المغربية جات مباشرة بعد كلام المالك استراتيجية يعني كنشير الجامعة جات مباشرة من بعد كلام المالك ومن بعد كي يقول لك وبناء على الاتزام الاتزام اطراف المتعاقدة يا سيدي ادبيات كتابات وقوانين ادبيات وقوانين والعراف اللي كنتكتب بهم اتفاقية هادي المستوى اللي كيشاركوا فيهم هادي العدد الكبير ديالوزراء اولا اللي كنسميوها الهرمية الشكلية في التراتبية الهرمية الشكلية في التراتبية هذه بداية بداية نستحضره الدستور المغربي دستور المملكة بعد الدستور المملكة هناك المراسيم والقوانين التي يجب أن نشير إليها بناء على المرسوم كذا بنا على القانون كذا بنا على الظاهر كذا وكتجي بناء على توجهات الملكية كذا كذا وكتجي من بعد كتشير بناء على النظام الأساسي للجامعة باش نعرفوا هاد الجامعة هادي واش مؤهلة انها توقع اتفاقية من هذا المستوى ومع هؤلاء الشركاء نعم ام لا ماشي السلام معلكم استحضرنا لتوجهة الملكية بديتي في جامعة الملكة والول ومن بعد تفعيل الاستراتيجية الملكية من الجامعة الملكية الملكية شكور ما غيرتكون هذه الجامعية الملكية أمام هذه التراتبية الشكل الهرمية الشكلية اللي كانشير لها الآن فهي أسما من سور فهي أهم من القوانين ومراسمه الوالو والضاهق فهي أهم كذلك من الاستراتيجية الحكمية لا تشتيلي لدي استراتيجي الحكمية ولا تشتيلي هذه المسائلة ليتكلم عليها الآن كلها كنتين هذا عيب شكل في دباجة اتفاقية من هذا المستوى هناك كذلك هناك كذلك هذه الاتفاقية هذه اللي مقعلها معك هناك نشوف وزارة الجهيز وزارة الجهيز غير منيحة وزارة الجهيز غير منيحة لأن المنيحين هؤلاء تزعو على خمية وخمسين مليار كما قلت هم وزارة الداخلية ستين مليار وزارة الشباب والريادة ستين مليار وزارة المالية ستين مليار والجامعة قلت بأنها عشر مليار أين هو دخل أو تدخل وزارة الجهيز وزارة الجهيز يا سيدي مخسرش تكون في الاتفاقية هذه وزارة الجهيز غير من خرج الاتفاقية فهي اتفاقية محدودة ما بين الطرفين ما بين الجامعة الملكية المغربية حسبها الاتفاقية هذه اللي غيرتولي هي متر دوبراج وزارة جهيز في شخص ديو بي ديال المديرية الجهزات العمومية اللي كتولي دير المدر دوراج ديليجي اللي هناك اتفاقية ما بين الطرفين الجامعة والديو بي على شيء ان الديو بي أسا ما عطلت الشلوس انها هي اللي كتدي الفلوس بمجرد ما انك بغيت تعمل هذا النشروع اهدو حلتها لا ديو بي اوزارة جهيز في شخص مديري الجهزات العمومية كتولي انت كلين ديالها انت زابون ديالها عنش هتوقع معك هذا الاتفاقية بجانب هاد الوزارة كاملين اللي اعطوا هاد الملايات لا يخصى توقع مع الجامعة وتبقى الدور ديالة محجد على الجامعة هاد الاتفاقية هادي قبل ما ندخل في التفاصيل ديالك كيف ما قلت وغلين ندخل لها مستقبلا كتحني الى مادة وحدة وانه اللي ممكن ان نساليوا بها وانه المادة سلعة وثمانيين من مدونات محاكم المالية اي قانون المجلس على الحسابات كنت تفرض عليك انك هاد المانيحين هاد الناس هادو وزارة الدقيليا ووزارة شبوريضة ووزارة المالية انك في نهاية هذا الانجاز هذه المشاريع هذي تعطيهم واحد اولا تركيب المصارف رابور فنانسي والانجازات هنا هنا سنرجع ونقول بانه الشخص المسؤول تقنيا ومباشرا عملية مباشرة 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 في هذه العملية هو سي عبد الملك ابرون لانه كنت يدرته رئيس البنية التحتية وهو اللي كان المخاطب او الممثيل الرئيسي للميتردو براج لين هي الجامعة مع الميتردو براج ديليغي اللي هي مديرية الجهزة العمومية ديو بي يعني من المفروض انه يكون عمل وحد رابور انا ما نخفيش عليك وانه ما عنيش علاقة مع وزارة الداخيلة مع وزارة المالية لكن مع وزارة شبوريضة نعم وسوت في وزارة شبوريضة ملقيتش ان هناك لا رابور فنانسي تقرير مالي حول هذا الانجازات ولا حول الانجازات ذاتها لكن عرف هو ان هناك السيد وزير العلمي طالبي طلب احد الاطور في وزارة شبوريضة انه يدير له تقرير حول هذا الاتفاق وكيف اشترفت ومدى النجاعة دياله ومدى الشفافية في التدبير المالي دياله وكذلك اهم حاجة هما الاشياء التي نجزت اشياء لم تنجز لانك هنا عدة اشياء هنا لم تنجز ونجي لها بتفاصيل في الحلقات المقبلة ان شاء الله وانا لك اشتركوا في القناة